السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم مدرسة جديدة إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن أحد الأسئلة الشائعة بين متعلمي اللغة الإنجليزية يا أستاذ الأزمنة صعبة الأزمنة معقدة لا أستطيع أن أستخدم الأزمنة بشكل صحيح الإنجليزية سهلة لو لا الأزمنة أول شيء يجب معرفته الزمن يعني الوقت عندما نقول The English Tensenses يعني الأزمنة الإنجليزية يعني الوقت مثل عندنا بأي لغة بالعالم فيه وقت لحدوث الفعل الفعل حدث بالمضارع يعني بالوقت الحاضر أو فعل حدث بالماضي أو فعل سيحدث في المستقبل مثل باللغة العربية أنا أسمع الموسيقى الآن أسمع الموسيقى كل يوم سمعت الموسيقى البارحة سأسمع الموسيقى غدا إذن أيضا باللغة الإنجليزية بأي لغة كانت بالعالم نفس الكلام فيه وقت لحدوث الفعل نسميه زمن عندنا باللغة الإنجليزية كما تكلمنا سابقا 16 زمن المستخدم منهم 12 بعض الأزمنة استخدم فيه المسرح في الشعر وهكذا فيه عندنا 12 زمن في هذا الفيديو تتعلم 6 أزمنة إذا أردت أن تتحدث الإنجليزية بطلاقة يكفيك تعلم 6 أزمنة فقط أتعلم هذه الأزمنة واللي حب يرجع على القناة موجود كل زمن منهم شرحت كل الأزمن باللغة الإنجليزية اللي حب يرجع موجود شرح مفصل لها لكن أنصحك تبدأ بهذه الأزمنة تعيد الفيديو مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وعشرة حد ما تستطيع استخدامه بكل سهولة إذن نحتاج 6 أزمنة باللغة الإنجليزية وتتحدث الإنجليزية بطلاقة ماذا نحتاج من الأزمنة يعني عندما أقول جملة ما يعني أسمع للموسيقى أريد أن أسأل سؤال هل تسمع للموسيقى أنا لا أسمع للموسيقى بس انتهينا يلازم أعرف أركب جملة بهذه 6 أزمنة وأسأل سؤال وأنفي الجملة وأجيب على السؤال فقط انتهينا البعض يرى اللغة الإنجليزية معقدة في فاعل في مفعول به في ضمائر في في إلى آخره لكن سهل اللحظة باللغة العربية نقول تسمع للموسيقى كل يوم تسمع لحظة الفعل ت سين ميم عين تسمع للموسيقى الآن إذن هذه كل يوم الآن يعني في هذه اللحظة سمعت الموسيقى البارحة إذن نوقع تحدث الفعل لاحظ حرف ت أصل الفعل سمع ثلاث حروف سمع أيضا تسمع يبدأ بحرف ت أيضا سمعت بالماضي كنت أسمع لاحظين يتغير الفعل لقد سمعت سأسمع سأسمع للموسيقى غدا إذن هو أصل الفعل يسمع لكن يتغير وقت حدوث الفعل أيضا باللغة الإنجليزية لاحظ ما في فعل هو أصل الفعل كما قلنا يسمع لكن في زيادة لاحظ هنا لقد هنا كنت هنا سأ أو سوف التأ أيضا تأ بأخر كلمة بأول الكلمة بأول الكلمة أيضا باللغة الإنجليزية يتغير لاحظ الفعل نفسه والفعل يتغير الاختلاف بين الأزمنة هو شكل الفعل كل زمن له شكل فعل خاص به الأزمنة باللغة الإنجليزية ستة اللي تكلمنا عنها ويجب تعلمها البصم المضارع البسيط المضارع المستمر يحدث الآن الماضي البسيط حدث في الماضي الماضي المستمر والمضارع التام والمستقبل هالأزمنة ستة لازم أعرفهم تكفيك وتغنيك أن تتكلم في اللغة الإنجليزية تسمع يعني أنت you الفعل يسمع listen you listen تسمع للموسيقى to you listen to طبعا تي ما تلفظ لا نقول listen listen you listen to موسيقى music كل يوم every day لاحظ you listen to music every day لاحظ الفعل listen بسيطة المضارع يابع المصدر داخل بدون أي إضافة الجملة الثانية تسمع للموسيقى أيضا الفعل you الآن في هذا اللحظة المضارع مستمر بيكون am is r والفعل نضاف له ing you تأخذ r الفعل listen ونضيف له ing يسمع لي نفس الشي to يسمع لماذا music للموسيقى الآن في هذه اللحظة you are listening to music now أنت تسمع الموسيقى الآن لاحظ الفعل نفسه الفعل نفسه بس تغير الشكل بهذه الجملة listen بهذه الجملة are listening عدنا every day كل يوم هذه عادة الآن في هذه اللحظة مضارع مستمر إذن الفعل are listening سمعت الموسيقى البارحة you أيضا الفعل أنت you كل الجمل سمعت بالماضي listen نفسه فقط أضيف لها ed you listen to نفسه تسمع لماذا music للموسيقى متى البارحة yesterday إذا هذا الفعل حدث في الماضي ماضي بسيط you listen to music yesterday اللحظة الفعل listened اختلف عن مثل عندنا هنا تسمع سمعت اللحظ listen فقط ضفنا ed أيضا تغير نفس الطريقة كنت تسمع للموسيقى you كنت الماضي من r تسمع موسيقى الآن الآن يسمع بعد ساعة يصبح هذا الفعل بالماضي الماضي من r where عندنا listen نظف نظف where listening كنت تسمع إلى ماذا أيضا music للموسيقى لحظ r حولنا إلى where عندنا listening listening إذا نسمي هذا ماضي مستمر لقد سمعت للموسيقى أيضا you نشوف لقد هذا مضارع تام have والفعل بالتصرف الثالث نفسه عندنا listen listened you have listened هذا ترجمة لقد لقد سمعت أيضا to music لقد سمعت للموسيقى إذن عندنا الفعل where listening هذا الجملة have listened لاحظين سأسمع للموسيقى غدا س أيضا you will سوف بالانجليزي will أسمع listen I will listen أسمع لماذا to music سأسمع للموسيقى متى tomorrow غدا س أسمع للموسيقى غدا سوف أسمع الموسيقى غدا أيضا لاحظ will وعدنا listen إذن هذا الفعل بالمستقبل إذن الفعل نفسه والتكملة نفسها فقط تغير شكل الفعل يعني تغير الزمن ماذا يعني تغير الزمن تغير وقت حدوث الفعل you listen to music every day تسمع الموسيقى كلهم هيا عادة you are listening to music now أنت تسمع الموسيقى الآن هذا نسميه مضارع مستمر يعني يحدث الآن في هذه اللحظة you listen to music yesterday يعني سمعت الموسيقى البارحة you are listening to music كنت تسمع الموسيقى you have listened to music لقد سمعت الموسيقى you will listen to music tomorrow سوف تسمع الموسيقى غدا لاحظين إذن نفس الجملة ونفس الفاعل ونفس المفعول به على نفس التكمل لأنه يسمع الموسيقى لكن يسمع الآن سيسمع غدا سمع وانتهى كان يسمع أيضا تغير اللحظة اللغة العربية تغير الفعل تسمع تسمع الآن سمعت كنت تسمع لقد سمعت إذن ستسمع الموسيقى إذن لقد سمعت س تسمع للموسيقى كنت كاتب سأسمع يعني أسمع أنا لكن كلما تستخدم ستسمع الموسيقى بهذا الشكل لاحظ نرد لشكل سؤال بالمضارعة البسيط نحتاج فعل مساعد فقط نضع بدأت الجملة نفس الجملة ما غير شي هل تسمع الموسيقى هل تسمع هل تسمع نرجم هل هل تسمع الموسيقى الإجابة ستكون أما بيس أو نو لاحظ هل أنت تسمع الإجابة نعم أنا يس آي دو دائما الفرع مساعد بدأت الجملة أجيب به إذا كان دو أجيب بدو داز داز ويل ويل هاز هاز هاف هاف أول كلمة تكون موجودة السؤال بجاوب بيها بدون ما أحتار يس آي دو نو آي دونت نعم أستمع كلا لا أستمع وردنا أقول what do you listen فقط نضع بداية الجملة what do you listen to يعني إلى ماذا تسمع I listen to music فقط نضع اسمه الاستفان بداية الجملة what do you listen to أيضا ماذا البسيط عدنا listen لاحظ إيدي معتوا ماذا البسيط بل ماذا البسيط فعل مساعد وحيد هو did did you did you listen to music did you listen to music ماذا فعلت فقط وضعت did في داتة الجملة الإيدي حذفتها هل سمعت الموسيقى الإجابة كما قلنا yes no you حولها I سألنا did أجاوب did yes I did no I didn't ممكن شخص يسأل لماذا الفعل مساعدة نسأل بين وجيب به أكيد كيف عمضارع بسيط وجاوب بالماضي البسيط كان عندنا مضارع مستمر وجاوب بالماضي المستمر يجب الزمن ما يتغير فقط بالمضارع البسيط do بالماضي البسيط did باقي الأزمنة لا نحتاج فعل المساعد فعل مساعد موجود بالداخل الجملة you are تصبح are you listening ملاحظين وكمل الجملة to music الإجابة يما yes أو no are you listening يجب نجاب فعل كون لكن I لا تأخذ are لا أقول yes I are yes I am no I am not أريد أن أقول what are you listening what do you listen to what did you listen to فقط هذه أيضا where نضع في ذات الجملة you where listening تصبح where you listening to music هل كنت تسبع الموسيقى الإجابة where نصبع إجابة yes I was no I wasn't أيضا you have listened فقط نضع have بداية الجملة تصبح have you listened to music الإجابة yes I have no I haven't أيضا will نضع بداية الجملة تصبح will you listen to music الإجابة yes I will no I will not يعني الفعل مساعد الناس سأل به ونجيب به have ونجيب have أيضا مثل الشيء what were you listening to what have you listened to what will you listen to وريد أن ننفي الجملة هذه you listen to music فقط قبل الفعل ننفي حدوث الفعل يعني ننفي الفعل listen فقط نضع قبلها don't listen خلصنا يعني أنا لا أسمع الموسيقى you listen to music بالماظر البسيط نحتاج لد قبل الفعل نضع didn't ونحذف you didn't listen to music أنت لم تسمع الموسيقى كما قلنا فقط مظاهرة بسيط do does الماظر بسيط باقي الأزمة اللي نحتاج إلى فعل مساعد موجودة فعل مساعد فقط you are listening فقط you are not تصبح aren't you were not انتهينا نفينا الجملة أنت لم تكن تسمع أيضا you have not will not انتهينا إذن فعل مساعد موجود باقي الأزمة إذن بهذا الشكل تكلمنا عن أهم ستة أزمة باللغة الإنجليزية يجب عليك أن تتقنها بشكل ممتاز بالتالث تستطيع أن تحدث الإنجليزية بطلاقة بدون أي مشكلة الحب يرجع القناة موجودة هذه الأزمة بشكل مفصل كما قلت بداية الفيديو بإمكانك أن تراجع الفيديو مرة مرتين عشرة أحد ما تتقن محتار وصعبة وسهلة خلص أتابع هذه الفيديوهات أركز عليهم أتقنهم بالتالي يصل عندي اللغة الإنجليزية سهلة أتمنى قدمت شيئا لفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لأكل الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته